مساء الخير اتلم المتعوس على خيب الرجا ضمن يوم وزري طويل مبلل بدموع وزير من رماد ومبتل بضفادع بأر وزير الاقتصاد وفي مبنى وزارة واحدة سجلت المآثر للتاريخ روول نعمي يستعيد لحظة فقدان الوزارة تسعة من عمالها في اهراءات المرفأ فتغلبه دموع الشهادة وامين اسلام يفجر اللحظة بنترات الضفضع في رده على حرب الفوتوشوب ومعركة الشبوبية المستخرجة من آباره الارتوازية ونهار التسلم والتسليم الفارغ من مضمونه يشكل عادة لبنانية سيئة غالبا ما تدخل الوزراء أسرى الظهور والإكلاكات أول مرة فيما تضع الوزراء المغادرين في موقف يعرضهم لمشهد التأبين لكأنهم قد وافتهم المنية وستنتقل أرواحهم إلى السماء ولبنان في غنى عن كل هذه الاستعراضات من الوافدين وصلاة المغادرة على حد سواء وأولويته ليست التسلم سريعا بل العمل الأسرع للإنقاذ وإظهار أول خيوط الخروج من النفاق وفي الشكل بدأ أن حكومة ميقاتي تستعجل الخطة لتوضيب البيان الوزري وتوليفه في بنود لا تحمل علامات الخلاف وتأتي ضمن المختصر المفيد وإذا صدقت صحة التوقعات تعقد غدا الأربعاء الجلسة الثالثة لصوغ البيان ليحال فورا إلى مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب واليوم اشترط تكتل لبنان القوي لمنح الثقة تضمين البيان الوزري تعهدا واضحا بتنفيذ العقد أو العقد مع شركة ألفاريز عن مارسال بشأن التدقيق الجنائي وجرى ربط الثقة أيضا بحزمة شروط بينها استعادة الأموال المنهوبة وإقرار الكابيتال كونترول وتعزيز برامج دعم الفئات الأكثر فقرا في مقابل رفع الدعم التدريجي لكن تكتل التيار لم يلحظ أنه شريك في هذه الحكومة وأننا أمام طبقة وزرية مستنسخة من الطوابق السياسية السفلة بحيث كل الكتل والأحزاب وأركان السلطة قد تجمعت في مستنقاعات حكومية مستحدثة وأعادت تقاسم المناصب علما أنها هي نفسها من أوصل لبنان إلى حال الانهيار فما بين أيدينا اليوم من طاقم وزري نفض الغبار عن طاقم قديم وبالتكافل والتضامن سوف يصوب الحكم على مرحلة الانتخابات المقبلة ولهانه على منع حصول أي تغيير عبر مكونات المجتمع البنري أو أي فريق من خارج منظومة سائدة منذ عشرات السنين وفي الطريق إلى أحكام قبضة السلطة فإن العتب ممنوع والمساءلة مرفوعة ولن يكون متاحا للقضاء المس بالمرجعيات والرموز لسيما في قضية جريمة المرفأ وحيالها وبعد وصول نجيب مقاتي إلى السرايا وتغيير عنوان سكن حسان دياب أحبت النيابة العامة تمييزية القيام بلفت نظر إلى قاضي التحقيق طارق بطار وإرشاده عن طريق جرعة أو عن طريق جرعة تذكيرية بأن دياب عاد إلى منزله في تلة الخياط فعليك به لكن بطار سطر مذكرة أحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق وطلبه إلى التحقيق في العشرين من الجاري وفي لعبة رمي الكرة حول النائب العام التمييزي القاضي غسان خوري المذكرة بالبريد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ أي إلى اللواء عماد عثمان غير أن حسان دياب استبق الجميع وغادر إلى الولايات المتحدة لزيارة أولاده هناك والمطاردة الرئاسية في لبنان لم توقف أعمال تحقيقات استقصائية محلية وعالمية حيث تمكن موقع أو سي 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 آر بي والمتخصص بالتحقيقات الاستقصائية من الوصول إلى هوية المالك الرئيس للشركة وذلك من خلال تحقيق شارك فيه الزميل فراس حطوم إلى جانب مجموعة من الصحفيين المتخصصين في العالم وبحسب التحقيق الذي استغرق أعداده نحو عشرة أشهر فإن شركة سافارو البريطانية ليست سوى واجهة لشركة أخرى تحمل الإسم نفسه تأسست عام 2007 في أوكرانيا ويديرها شخص يدعى فلاديمير فيربونول ويتطرق التحقيق إلى مزيد من الروابط المحتملة بين رجال الأعمال السوريين جورج حسواني والأخوين خوري وشحنة نيترات الأمونيوم فهل يستدعي بطار مالك الشركة ليضمه إلى الملف ترجمة نانسي قنقر